ماشي علي معلول نجم النادي الاهلي وكابتن الاهلي ونجم الكرة التونسية علي معلول بعد 8 سنوات بالأمس كان كابتن النادي الاهلي وشايفين طبعا الصورة كنا عايزين نجي في فيديو لللقطة دي بس للأسف يعني للأسف مخرج المبارن بارح ما عارفش يعني ازاي واضح اللي مروش في الكرة مش متابع مش عارف مش عارف والله يا جماعة يعني للأسف الاخراج بضاية على لقطات زي دي ومواقف زي دي بتبقى تاريخية بس ما علينا احيانا الاخراج بيبقى اخراج سيء في بعض اللقطات لكن عموما اللقطات المبارح شفناها من خلال الصور والسوشيال ميديا كريم ندفد وقت التغيير ادى شهرة الكابتن لعلي معلول علي معلول بعد 8 سنين بالزبط في اول مباراة لي مع النادي الاهلي كابتن للنادي الاهلي انا مش عايز اقول لحظات تاريخية ولكن التاريخ كتب صفحة جديدة من صفحات العطاء والانجازات والاحترام والقيادة لنجم تنسي مش عايز اقول نشأ وتربى في النادي الاهلي هو ابن مدينة صفاقس ولعب في النادي الصفاقسي وكان كابتن النادي الصفاقسي جي للنادي الاهلي واصبح واحد من ابناء النادي الاهلي واحد من ابناء النادي الاهلي علي معلول مبارح نشر على حسابه على الفيسبوك وقال يوم اخر جميل في رحلتي مع النادي الاهلي تشرفت فيه بارتداء شارط قيادة اعظم نادي في الكون لاول مرة في مسرتي مع الفريق اكني للنادي الاهلي ولجماهيره كل الحب والتقدير والاحترام وستظل تلقى اللحظة في زاكرتي ككل لحظاتنا السعيدة معا داخل نادي القر كلام مكتوب من القلب من نجم كبير جدا اصبح واحد من ابناء هذا الجيل الجيل التاريخي في النادي الاهلي علي معلول لو استعرض معكم ارقام علي معلول علي معلول لعب مع النادي الاهلي 285 مباراة في كافة البطولات محلية وقرية ودولية سجل 51 هدف وهو ظهير ايصر صنع وعمل اسست ل83 هدف مع النادي الاهلي توج مع الاهلي بخمسة دوري محل اربعة كأس مصر خمسة سوبر مصري تلاتة دوري ابطال افريقيا اتنين سوبر افريقي بخلاف الانجازات والارقام اللي حقاها في كأس العالم للاندير هل الاحتفال كان مختصر فقط على علي معلول لا ده زمال Hallemعلول و نجوم النادي الاهلي مبارح على انستجرام كل واحد دخل على حسابه بستوري وكتب وهنى علي معلول بعد توليه او اصبح كابتن للنادي الاهلي في اول مباراة اسمية ليه وهو كابتن مع النادي الاهلي كات مباراة الجونة بالامس البداية بوسام ابو علي وعمل منشن للي علي معلول على انستجرام وحط صورة كريم ندفد وهو بيد شارة الكابتن على علي معلول وحط عليها صور التاج لو معنا الصور دلوقتي على الانستجرام نستعرضها دي أول صورة معنا وستوري لعلي معلول من خلال وسام أبو علي نروح ليه أوفة مصطفى شبير كتب عليها ليجند الأسطورة علي معلول نروح لي كريمة فؤاد اللي ما كانش في قيمة إمبارح خالص ليجند على ستوري لصفحة النادي الأهلي على علي معلول نروح لكريمة دي بيس اللعب الناشي اللي بيلعب في نفس مركز علي معلول الليجند وحط نصر الأهلي والتاج علي معلول طو وجه بنصر النادي الأهلي بالأمس بعد ما أصبح كابتل للنادي الأهلي أيضا الزنفولي اللي لسه منضم للأهلي ما فيش من حوالي شهرين ثلاثة عمل منش لعلي معلول ونزل صورة لعلي مع كريم ندفيد في ستوري الانستجرام أيضا كمان دكتور محمد وفائي قال علي معلول وأيضا كمان عمل منش لكريم وليد اللي هو باسم الشهرة كريم ندفيد وكتب تاريخ صورة تاريخية لحظة تاريخية بس أنا عايز أقول التاريخ كتب صفحة جديدة من صفحات نجمي كبير تقلق وتعاملك فيه النادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر